مرحبا بكم شباب في الحلقة الثانية من سيريه متاعنا ولا من الكورة متاعنا في الفيديو متاع اليوم باش نحكيه على الابلود كيفاش طلع الفيديو متاعك كيفاش تعمل البرامتر الكل باش الفيديو متاعك تضمن انه يظهر في الموتور متاع الروشيرش متاع اليوتيوب الجزء الثاني باش نحكيه كيفاش نعمله كوفر لكن قبل ما نتعديه للشرح والامور التقنية باش نحكيه على زوز نقاط ولا السؤال المتروح بالنسبة ليك انت كمبتدئ ولا الشان متاعك جديدة باش تختار الكونتيتي وإلا الكاليتي نصيحتي ليكم بالنسبة للعبادة اللي باديها جديدة في اليوتيوب ولا بادي باش تعمل فيه شان جديدة بالنسبة للبداية بتاعك دي ما تختار الكونتيتي قد ما تهبط اكثر قد ما شان متاعك تتشاف اكثر قد ما تلم ساعات مشاهدة وتلم مشتركين هذة ما يمنعش انك ما تهملش الجانب متاع الكاليتيه لكن الكاليتيه تنجم تنفستي فيها قد ما تكبر الشان متاعك قد ما تكبر شان متاعك وتبدأ تدخل في الفلوس نجم تعمل ديكور تحصن الكاميرا متاعك تحصن الستاتب متاعك تحصن المونتاج متاعك تبدأ كي ما نقوله في البروجریسيون كي ما نقوله ولا تطور متاعك بالخدمة تبدأ كما نقوله ماشي وتطلع ولا ماشي وتقدم لكن بالنسبة لك انت كمبتدئ ولا اشياء مزالت جديدة المهم جدا انك تخدم على في البداية الى ان توصل تلم الالف مشترك متاعك وتوصل الى الاربعلاف ساعة مشاهدة اذا عجبكم فيديو ما ننسيوش اللايك وسبسكرايب شو نتابعوا مع بعضنا الكور كامل نتفرجو في الانترون تعديو الشرح كيفاش نبلوديو فيديو وكيفاش نعملو كوفر خطر مهم برشا الكوفر متاع الفيديو خطر الكوفر ولا التصوير الاول هي اللي تعطي اللي انت بيع الاول وتخلي المشاهد مهتم بالفكرة ولا بشي اللي انت تارحو وتخليه يكليكي على الليان متاع الفيديو ويدخل يتفرج دونك تعديو الشرح بيست دونك شباب مش نبديو في الشرح متاعنا عنا فيديو اليوم الفيديو هو في تندانس يعني موضوع التونسة مهتمة به حاليا الموضوع هذا هو يخص كرة القدم ومباراة بنات المحمدية ورادس اللي فيها شبهة تلاعب بالاهداف الفيديو متاعنا حاضر فيه تصريح لرئيس جامعة تونسة الكرة القدم شنوه يقول هو بالنسبة للرايو في التلاعب الاهداف وشنوه العقوبات اللي بش تسلط على كلا الفريقين دونك احنا بش نحلوا القاناة متاعنا كيما نشوفو نجمو نوريكم مثلا من الانترفاس متاع اليوتيوب الانترفاس متاع اليوتيوب بش تجيله هنا بش تلقى تصوير الكاميرا بش تختار ابلود فيديو ابلود فيديو معناها رفع فيديو احنا بش نوريكم كيفاش ترفع الفيديو طريقة احترافية نمشيو الهني الفيديو متاعنا هابط ديجا محتوط الفيديو اتعدى الهني للانترفاس الهني بش نعمرو كل شي مع بعضنا الهني في الخانة الولى بش نحطو العنوين انا ديجا كاتبو العنوين واضح نعودو نكوبيوه الهني مثالش في الخانة متاع الديسكريبشن ناجم تكتب اشترك في القناة ثم نمرو مع بعضنا الى التاج نمشيو الموقع ربي التاج الموضوع يعني اهم الرياضة والبرنامج تعدى في برنامج على احد الرياضي نمشيو الى ربي التاج ونكتبوه الاحد الرياضي تخرجنا الكلمات اللي اكثر كما نقولو صار عليهم بحث في المدة الاخيرة وقراب من موضوع الاحد الرياضي كان مش بالاحد الرياضي نفسو نعملو باس في الديسكريبشن ونمشيو الى هنا نختارو الخانة ذاية الفيديو متاعنا غير كما نقولو مهوش معمول للصغار كما قلت لكم مرة اللي فاتت باشتو ضمنو انو العباد اللي تتفرش في الفيديو عندها اكاونتات على اليوتيوب وتنجم بتعمللكم اشتراك في القناة نمشيو الى تاج زادة كيف كيف نعملو كوبية كوبو التاج نفسخو الكلمات الزايدة باش نظمنو انو مايقبلش اكثر من 500 حرف نحيو الكلمات الزايدة كما هكيه التاج متاعنا كلو تقبل لاهني نخلو الفيديو يترفع ونمشيو مع بعضنا باش نعملو كوفر او ثامب نيل للفيديو متاعنا باش يكون الفيديو ملفت والناس تدخل تتفرش فيه نمشيو الموقع ذايا نخليلكم الرابط متاعو في صندوق الوظف الموقع انا حذرت زوز التصاور موجودين عندي التصاور تصويره متاع وديع الجريء وتصويره متاع نتيجة المباراة هكا باش تكون يعني اللي يشوف الكوفر يكون قريب من الموضوع ويتحط اول ما نعملو ننزلو على تصويره وديع الجريء باش تظهر لنا كيمه هكاية في الداشبورد ولا في نص الموقع نمشيو الى الهنية الرجل التام تاع المباراة نحطوها كيمه هكاية نكبرو احنا نجمو نكبرو ونصغرو كيمه نحبو نحطوها كيمه هكاية نجمو من هنا نصغرو باش يكون هكاية مزيانة شوية نجمو نحطو مثلا كلمة عاجل ولا نكتبو الهنين نمشيو التكست نكتبو الهنين مثلا هكاية مثلا نكتبو ارجان نحطو جي بركة الهنين الخانة للفوق نختارو احنا اللون نختارو الكتيبة طريقة الكتيبة متاع الكلمة ونختارو تاي متاع الكلمة وكيف كيف نجمو نحركوها وين نحبو احنا نجمو نزيدو ونكبرو هكا باش تكون واضحة هكاية نجمو نبدلو اللون نختارو هكا اللون يكون شعشوعي واضح هكا اللون الاصفر واضح اذا كملنا احنا تسجيل في الموقع هذا يتم عبر الفيسبوك يعني يساهل برشة تدخل الفيسبوك متاعك تعمل كونفيرماسيون اذا كملت من تحذير الثامب نيل ولا الكوفر متاعك بجي لهنين تعمل اكسبورت اكسبورت معانيا بش تخرج تصويرتك تعود ترجح لبيسي متاعك لهنين بش تعمل داولود وتكون الكوفر متاعنا اهبط هذي كيفاش نعمل الكوفر يكون مزيين هكا وملفت وفي اوقت قياس يعني من غير ما تستحق للفوتوشوب للحد شيء تمشي لهنين للانترفاس انت على اليوتيوب تلقى الكوفر متاعك اهبطها وكيما نشوفوه لهنين لهنين في المونيتيزاسيون ديما نحطه اكتيفي بتبيع العبيد اللي ما عندهمش قنوات ما تظهر لهم الخانة هذيه الا ما يوصلوا الاربع الف ساعة مشاهدة والف مشترك لهنين في الفيديو وتشيك تشيك هو بشيفيري في الكوبيرايت اس كل فيديو هذا فيه مثلا حقوق طبع ونشر ولا نخلوه يكمل ونتعدو مع بعضنا نعمر الخانات الباقية وبهذا نكونو تعلمنا كيفاش نبلودي فيديو نعمر الخصائص الكل في وقت قياسي ونعملو ثامب نيل زادة كيف كيف في وقت قياسي وبهذا نظنو انو الفيديو متانا يتراه من اكثر عباد ويجب دلنا اكثر من نسبة مشاهدة نستنيو الفيديو يكمل ونرجو مع بعضنا للشرح دونك شباب بعد ما كملنا الابلود متاع الفيديو بش نمشيو الفيديو element لهنين بش يقولك اند سكرين اند سكرين هي في اخر الفيديو شنو اللي يظهر للسيد اللي قاعد يتفرج في الفيديو متاعك دونك نختار الخانة الاولى مثلا عن الخيارات الهني بش يظهر لك في الفيديو الخانة الاولى most recent upload معناها اخر فيديو انتي هبطته في القناة متاعك best of viewer هو احسن فيديو موجود في القناة متاعك وتشوز specific video يعني انتي تختار من الببليوتاك متاعك مثلا فيديو مثلا نختار الفيديو متاعه اللي نشرح فيه في البيبال نتعدوا لهنين add card هي من فوق الجملة اللي تخرج لك في اتو تشوفوها مثلا نختاره احنا في ازادة كيف كيف ميساج تنختار فيديو البيبال هذه هي الكارت اللي نحكيو عليها نعملو هنية save سجلنا الخيارات المتاعنا check لهنية check على ال copyright ال copyright هي حق الطبع والنشر مش من حقك تاخو اي فيديو موجود على الانترنت يعني ديما تثبت اذا مثلا خلفت ال copyright نجم اليوتيوب يعطيك strike strike هو انذار اذا لميت ليسه strike wait عشان بتاعك عشان بتاعك ستغلق ان شاء الله في حلقة بش نفسرلكم strike wait الكل الانذارات كاملة على اليوتيوب انواع الانذارات كيفاش تتفيدها الانذارات الهنية add stability الهنية قاعد كما نقولو يفيريفي في الاسكو الفيديو متاعك قابل انو يحطوا عليه اعلانات وليه نخلو احنا يكمل ال verification نمشو لل visibility نختارو ديما unlisted unlisted اش معناها معناها الفيديو اهبط سيكمل موجود على الشين متاعنا لكن مزلنا ما عملوش بيبليكاسيون بش يولي ظاهر للعموم وقت اللي يكمل هو check متاعو الهنى فعل monetization 20 on يعني الفيديو قابل انو بشوال يدخل فلوس نجيو الهنى نحطوهم نحولوهم من الlisted الى public public يعني المشتركين متاعك في القناة ينجموا يشوفوا الفيديو بهذا في الحلقة الثانية نكونو لخصنا احنا كيفاش نبلوديو فيديو بطريقة احترافية طريقة تخلي الفيديو متاعك يظهر الاكثر اعباد كما نقولو عملة ريشارش في الموضوع اللي انتي هبطت عليه الفيديو كيفاش نعملو كوفر زادة للفيديو متاعنا كما نشوفو انا في فيديوواتي ديجا محذر التامبليت محذر التامبليت هننشوفوها الهنى مع بعضنا اللي مثلا عنده مشكلة ما ينجمش مايعرش كيفاش يعمل التامبليت مثالش الناجم انا نعمله التامبليت يرسلني كما نشوفو الهنى انه التامبليت نحط العنوين بتاع الفيديو والرقم الحلقة وكذا التامبليت هذي تتبدل على حسب الموضوع بهذا نكون انا لخصت على روحي برشة خدمة التامبليت هذي تتعمل بالكروما كي يعني ماهيش سامبل ان شاء الله تعمل لكم فيديو كيفاش تحذر تامبليت للشين متاعك تنجم مثلا تكون كمباتيبل مع كما نقولوا ليس شجير لكل اللي قاعد تطرح فيهم في القناة اذا عجبك الفيديو ما ننسيوش اللايك والسبسكرايب في انتظار الحلقة الثالثة اللي بش نحكيو فيها على حاجة مهمة جدا واللي هي كيفاش تلم الاربعليف مشترك الاربعليف ساعة مشاهدة والالف مشترك الناس الكل لايك وسبسكرايب لليتكم طيبة ناركم سعيد والسلام عليكم